بيك يا أستاذ دينا فعلا زي ما حضرتك تفضلت يعني تحديات عدة يعني نبدأ غربا ولا نبدأ جنوبا أو شرقا أو نبدأ في البحر المتوسط أو نبدأ بالداخل يعني تحدي الداخل وتحقيق الأمن والاستقرار والانتصار في معركة الإرهاب أظن ده زي ما نكون بنبني القاعدة اللي بننهض على أساسها وبننطلق للأمام بعدين المسئولية الإقليمية بعد ذلك يعني أنا بسمي معركة الداخل دي هي معركة العبور إلى الداخل يعني زي معركة العبور القديمة في تلاتة وسبعين الانتصار العظيم ده إحنا بنعبر إلى الداخل في عملية بناء مستمرة وكي يتحقق لهذا البناء النجاح واللي بنسعى فيه بسرعة وبثقة يعني متألة السيد الرئيس وبرنامجه هي محاولة لإمساك بتلبيب المستقبل يعني المستقبل سريع ولابد أن نسرع الخطفة بنعمل 7000 كيلو متر طرق بنعمل أربع أنفاق عملاقة من سبعة تحت قناة السويس وبنعمل مشروعات طرق مشروعات ما بتخلص ما بتخلص إذن لما حضرتك اخترت تبدأ بالاستقرار واسمح لي أن أنا أقول لها دايما يقولوا لنا كده الاستقرار والتنمية هو جملتين مرتبطين ببعض أو نحن نتكلم عن التنمية دايما التحدي الكبير هو الاستقرار مصر عملتها ازاي؟ يعني احنا الحقيقة إذا كان فيه استقرار في المنطقة إذا كان ده السؤال فكلنا ده السؤال الوحيد اللي احنا عارفين إجابته أنه لأ ما فيش استقرار في المنطقة ازاي مصر قدرت تعمل الحالة دي من تنمية حقيقية برغم تحديات الاستقرار أو الاضطرابات الكثيرة في المنطقة طيب فعلا ده السؤال مهم يا أستاذ دينا يعني نجاح الداخل بيرتبط بين ضباطك الإقليمي والدولي وقدرتك على أنه يبقى لك مكانة تحترم ودور بتسعى الدول للالتصاق به والتألف معاه لأنه هو دور بيسعى من أجل صالح المنطقة وصالح المجموع طبعا صالح الأمن القومي المصري هو المحرك ولكن إذا ما تحركت مصر اتجاه ليبيا فهي تتحرك من أجل أمن واستقرار ليبيا ولصالح الأشقاء في ليبيا نفس الشيء في السودان نفس الشيء في فلسطين نفس الشيء بنتحرك في المتوسط من أجل مصلحة المجموع من أجل أمن واستقرار المنطقة فمصر صارت دور تسعى من أجل التألف معاه كل القوى الراغبة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي ولمصلحة المجموع